ذكرى الرجل المؤسس تمر مرور الكرام فلا احتفال ولا وقفات ولا ندوات تستذكر السيرة والمسيرة لرجل شاءت له الأقدار أن يكون رائد جيل ونقطة تحول كبيرة في تاريخ المجتمع والدولة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عقوق ونكران غلت تحيل السياسة وأرضعته الألانية بلبانها فقد تعودت سياسة العسكري أن تتنكر لأب الأمة منذ العاشر من يوليو عام ثمانية وسبعين حينما تقدم ذلك العسكري مخاطبا أب الأمة والمعلم الأول بتلعذ من سيد الرئيس لقد سحب منكم الجيش ذقته فلتتفضلوا بمرافقتنا منذ تلك اللحظة عانت البلاد لعقود تالية من عقدة مستمرة تجاه الرجل الذي وضع على بناة البناء الأولى وكتب السطر الأول لقصة تحول مجتمع وميلاد دولة وأمة غير أن لعنة الاستحواذ القسري على السلطة جعلت من غير الممكن للسلطات السياسية في هذه البلاد أن تنظر للتاريخ الرجل ومكانته التأسيسية بما يستحق أنانية من أن تخدم الطرف المنافسة لها عقدة يعاني منها التاريخ الموريتاني في مستويات أخرى حالت دون الاعتراف بأدوار رجال وقامات حفر أسماءها التاريخ التكويني لهذه البلاد يحتفظ التاريخ عادة بصورة اختزالية لسيار الرجال العظامي وتحرص الشعوب الحية على التشبث بقصص رجالها لأنهم يشكلون مرآة عاكسة للقصة الملحمية لحياة الشعوب ولكن الأنظمة الاستثنائية التي تعاقبت على حكم البلاد ترى في تلك القصة ما يقوض استمرارها ويهز شرعيتها فلعل رعشة ذلك العسكري الذي اقتاد الرئيس المختار في أول ساعات ليل العاشر من يوليو لا تزال تدب في أوصال الأنظمة الموريتانية إلى أن ترجع لذلك النقاش الدستوري الذي تلجلج في صدر المختار ولم يفصح عنه إلا في مذكراته التي حققت له الانتصار فالتاريخ كما قيل يكتبه المنتصرون بينما أدرجت عقدة الألانية أنظمة العسكر اللاحقة ورمت بها في مهاوي رعشتها الأبدية المتواصلة حتى من مجرد إحياء ذكر الرجل في يوم واحد وهو هناك ينعم بحياته الأخرى في الخالدين ترجمة نانسي قنقر